دقال وابي احمد يبحثان باديس ابابا محاولات الدفع بالاتفاق الاطاري الالية الثلاثية تتولى مهمتي الدعوة والتنظيم لورشتي سلام جوبا وشرق السودان اهلا بكم شرف السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح المرهان شرف امس احتفال تخريج الدفعتين السادسة والستين كلية حربية وثانية والعشرين كلية بحرية بجانب دفعات اخرى لتخصصات مختلفة من كليات جامعة كراري وذلك بحضور السيد وزير الدفاع والسيد رئيس هيئة الاركان ومدير عام قوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات الوطني بجانب اعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة وكبار القادة والضباط واكد الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الاركان ان القوات المسلحة ستظل موحدة خلف قيادتها وجاهزة للوقوف ضد كل اشكال التآمر والارتزاق التي تواجه البلاد بكل قوة وجدارة وستفوت الفرصة على المتربصين بامن الوطن وامانه واشار الى ان القوات المسلحة ستمضي في اداء رسالتها رغم التحديات وتؤيد اي مساع سياسية يمكن ان تخرج البلاد من ازماتها الراهنة بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بالقصر الجمهوري اليوم بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين السودان واثيوبيا وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين وشعوب المنطقة ككل وقدم سيادته شرحا مفصلا حول تطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان مؤخرا والجهود المبذولة في ضوء الاتفاق الاطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي معلن الالتزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الاستقرار في البلاد ومشددا على ضرورة تعاون الاطراف على تنفيذ الاتفاق لحل الازمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية ومن جانبه اعرب رئيس الوزراء الاثيوبي عن سعادته البالغة بزيارته الى السودان ومؤكدا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين بحكم الجوار والاحترام المتبادل والذي يقوم على التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة ومؤكدا حرص بلاده على استقرار السودان الذي يشكل دعامة اساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة لما يتمتع به من امكانيات كبيرة في مختلف المجالات اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ الطاهر ابو بكر حجر حرص الحكومة ودعمها للمبادرات والنفرات الشعبية لتنمية وتطوير المناطق واشهد سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري امس بوفد الادارات الاهلية ولجنة تنمية منطقة مسبب بمحلية ينبرو بولاية شمال دارفور برئاسة الملك داود سالم ملك منطقة مسبب اشهد بمبادراتهم الاهلية لتنمية مناطقهم عبر النفرات وحشد الدعم مؤكدا تشديع الحكومة ودعمها لمثل هذه المبادرات والنفرات المجتمعية التقى رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بالقصر الجمهوري اليوم قيادات الجبهة الثورية برئاسة عضوي السيادي مالك عدار اير والطاهر ابو بكر حجر بحضور خالد شاويش والناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية اسامة سعيد وقال الاستاذ اسامة سعيد في تصريح صحفي ان اللقاء تناول عددا من القضايا في مقدمتها موقف الجبهة الثورية من العملية السياسية الجارية الان ومؤكدا موقف الجبهة الثورية الداعم للاتفاق الاطاري واضاف سعيد ان الوفد ان الوفد اطلع رئيس الوزراء الاثيوبي على مخرجات الورش التي انعقدت مؤخرا وذلك لدعم العملية السياسية في السودان وابان ان رئيس الوزراء الاثيوبي اكد لهم التزام حكومته بدعم العملية السياسية ودعم الحوار السوداني السوداني مشيرا الى دعوة الزعماء الافارقة لدعم العملية السياسية في السودان بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني التقى رئيس مجلس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بالقصر الجمهوري اليوم في اطار زيارته للبلاد وفدا من لجان المقاومة واوضح الطيب محمد صالح ممثل اعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة اوضح في تصريح صحفي ان الوفد سلم رئيس الوزراء الاثيوبي رؤية لجان المقاومة وموقفها من العملية السياسية الجارية والاتفاق الاطاري ونسخة من اعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة واكد الطيب ان دعم لجان المقاومة للاتفاق الاطاري يتوقف على تضمينه اعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة التقى رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بالقصر الجمهوري اليوم بالخرطوم وفد الالية الثلاثية التي تضم الاتحاد الافريقي والايقاد والامم المتحدة واوضح رئيس الالية فولكر بيرتس في تصريح صحفي ان الوفد اطلع رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد على موقف الالية الثلاثية المسهل للحوار والمحادثات الجارية لدعم العملية السياسية في السودان واضف قائلا ان رئيس الوزراء الاثيوبي اكد دعمه ودعم بلاده الكامل للعملية السياسية وللاتفاق الاطاري حتى ينعم السودان بالاستقرار مؤكدا مواصلة متابعته لسير تنفيذ الاتفاق وصولا لسلام دائم وشامل قال السيد جعفر حسن الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير نحن نسعد بوجود مؤسسة عسكرية تحمي الدستور وتحافظ على الارض السودانية جاء ذلك لدى حديثه امس في نادي الحوار بطيب بريس تحت عنوان العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية واضاف جعفر ان هناك اربعة مشاريع مطروحة وتمت مناقشتها لحل الازمة وهي مبادرة طيب الجد مبادرة الكتلة الديمقراطية القوى الجاذرية والاطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري مؤكدا ان جميعها تتفق على ان الوضع الحالي يعتبر وضعا غير طبيعي ومن جانبه اكد مولان اسمعيل التاج عضو التحالف الديمقراطي للمحامين والقيادي بتجمع المهنيين السودانيين اكد ضرورة تحقيق مطالب الثورة وان طريق الاصلاح لا يتأتى الا عن طريق تفكيك اجهزة النظام السابق الذي مكن كوادره في مفاصل الدولة خلال الثلاثين عاما الماضية وذلك حسب توصيات ورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو التي عقدت مؤخرا وقال اسماعيل التاج لا توجد قواسم مشتركة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي بيننا وبين الكتلة الديمقراطية ومبادرة الطيب الجد كشف المهندس خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية عن قيام القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بالعمل على قدم وساق من اجل استكمال النقاش حول بقية القضايا والتي تم ادراجها في جدول اعمال المرحلة النهائية لمزيد من التفاصيل عقب وضع الاتفاق الاطاري لأساس جيد لها وابان ان الالية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الايام المقبلة حيث تبدأ ورشة السلام في الحد والثلاثين من يناير وتعمل الالية الثلاثية على اكمال الترتيبات والتحضيرات لها لضمان قيام الورشة على افضل شكل ممكن بحيث تضمن الشمول بما يحقق الهدف المعلن وهو ازالة العوائق السياسية وكل ما يعوق تنفيذ اتفاق السلام وليتم تنفيذ الاتفاق على الوجه الامثل اجازت القطاعات الوزارية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف اجازت مشروع قانون التنمية المتكاملة لمشروع وادي الهواد لسنة 2023 قدمه الدكتور محمد عطل منان محافظ المشروع حيث امن الاجتماع على اهمية وضع السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية للمشروع بجانب اعداد الدراسات الخاصة بالتخطيط والتصميم لمجمعات التنمية بالمشروع كما اجاز الاجتماع مشروع قانون مفوضية تخصص ومرقبة الارادات المالية للعام 2023 والذي قدمه السيد محمد كورتكيل صالح وزير الحكم الاتحادي واطلع الاجتماع على بعض المخالفات في تحصيل الرسوم في بعض الولايات حيث تم تكوين لجنة لدراسة الامر وتقديم مقترحات للحلول والمعالجة اكد علي عثمان محمد طاها النائب الاسبق للرئيس المعزول عدم مشاركته في التخطيط او التنفيذ لانقلاب 89 جاء ذلك خلال استجوابه امام المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبرين قلاب يونيو عام 1989 وقال طاها بانه في ليلة الانقلاب كان بمنزله بالرياض ولم يشارك في الانقلاب مطلقا كاشفا للمحكمة بانه تم تعينه وزيرا للتخطيط العمراني في يوليو عام 1993 كأول منصب تبوأه بعد الانقلاب مشيرا الى فخره بمشاركته وتبوؤه مناصبا في فترة حكومة الانقاذ ونفى مشاركته في اجتماعات تتعلق بالتخطيط لتنفيذ انقلاب 89 لافتا الى انه غير نادم على مشاركته بالمناصب العامة خلال حكم الانقاذ معتبرا انه احد افضل انظمة الحكم التي مرت على السودان وكشف طاها مزاملته للرئيس المعزول عمر البشير بمدرسة الخرطوم الثانوية في العام 1964 الا انه اكد للمحكمة بان البشير التحق بالقوات المسلحة ولم يلتقي به بعدها الا بعد تنفيذه للانقلاب وتسميته رئيسا للجمهورية اجازت قطاعات مجلس الوزراء في اجتماعها امس تعديلات القوانين المتعارضة مع قانون ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وقال الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قال في تغريدة له على تويتر ان اجتماع قطاعات مجلس الوزراء اجازت تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وتأتي التعديلات لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الإرادات والمصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس عزم الحكومة على تحقيق السلام وبسط الأمن وإحداث التنمية المنشودة في ولايات دارفور مشيرا إلى الترتيبات الجارية لإنشاء قوى مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في إقليم دارفور ووجه دكتور الهادي لدى مخاطبته الحشد الجماهري بمطقة فرغو بمحلية واضي صالح بوسط دارفور وجه حكومة الولاية ببسط الأمن وترسيخ دعائم السلام والاستقرار وردق النسج الاجتماعي بين كافة مكونات الولاية وقال بدون أمن لن تتحقق التنمية وشدد عضو مجلس السيادة على ضرورة توفير الخدمات الضرورية والتنموية للمواطنين وتحويل قرية فرغو إلى قرية نموذجية وأثرية لافتا إلى المعاناة التي ظل يعاني منها مواطن المنطقة ووجه في هذا الصدد مفوضية العون الإنساني بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين وتهيئة البيئة الملائمة لهم للعودة إلى مناطقهم ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطاء الاجتماع المشترك للجنة المعلمين السودانيين ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وبحث الاجتماع قضايا المعلمين وتحسين بيئة العمل وتوفيق أوضاعهم بما يؤدي إلى تطور العملية التعليمية بالبلاد وأوضح عضو لجة المعلمين السودانيين الأستاذ سام الباقر أوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع خلص إلى زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية العام 2023 وتنفيذ قرار وزارة المالية رقم 363 و380 ودفع البديل النقدي لكل الولايات ومتابعة صرف بدل اللبس لولاياته الخرطوم ووسط دارفور واعتماد منحة من رئيس مجلس السيادة إلى جانب مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في ميزانية العام 2023 وأقرى الاجتماع إقامة مؤتمر لقضايا التعليم برعاية مجلس السيادة وإشراف لجنة المعلمين السودانيين أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاة الجزيرة المكلف أصدر اليوم قرارا بتشكيل لجنة للبيع المباشر للقطع السكنية والتجارية ومتبق المزادات وأسمى القرار مدير عام وزارة التخطيط العمراني رئيسا ومدير عام مصلحة الأراضي عضوا ومقررا وبعضوية آخرين وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بالبيع المباشر للمواقع بأسعار آخر مزاد أو تحديد قيمة الأرض بواسطة لجنة فنية وخول القرار للجنة حق التقصيط لفترة تحددها حسب المبلغ والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء هذه المهام وعلى الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ فورا وقعت وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية مذكرة تفاهم لتصدير الماشية واللحم السودانية للأسواق الجزائرية وقال وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي قال إن هذا التوقيع يعد فتحا للسودان في أسواق شمال إفريقيا وأكد أن الوزارة لبت كل الاشتراطات الصحية والبيطرية وفق القوانين الدولية لصادر الثروة الحيوانية وأضاف أن الوفد الجزائري وقف على مسلخ الكدر ومزارع تربية وتسمين العجول والمعامل المركزية للأبحاث البيطرية فيما أشاد السفير الجزائري بالخرطوم مراد أسعد أشاد بجودة الماشية واللحم السودانية والبنى التحتية للصادر المتمثلة في المحاجر والمسالخ والمراعي الطبيعية وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد منفذاً للماشية السودانية إلى شمال إفريقيا امتدح ممثل والس النار بابكر سر الخاتم امتدح دور القوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار وصون تراب الوطن وخاطب اليوم مشروع كتيبة الهجوم الذي نفذته الفرقة السابعة عشر مشاب سنجا المزيد من التفاصيل في التقرير يوسف عركي عركة كبيرة نفذتها الفرقة السابعة عشر مشاب سنجا في دروة جبل قريريسة بمحلية أبو حجار وهي تنفذ كتيبة الهجوم في التحامل الجيش عبر المشروع الخلوي التدريبي لمواجهة عمليات الكر والفر في المعركة والانتصار على العدو قدمت الفرقة سبعتاشر مشاب بسنجا في معركة الهجوم عبر تدريبها القتالي كل الفنون والتدريبات العسكرية والتكتيكات الميدانية وهي صورة المصارة للحرب وإن كانت كريهة معرفة الأبراد لأساليب قتال العدو وغواعد التخاطب اللاسلكي وضبط النيران مهام واجبات أسلحة الإثناد والفردات الحدمية في العمليات التعرضية حكومة سنار امتدحت الدور الجهادي والقتالي لقوات الفرقة سبعتاشر مشاب بسنجا وهي تقدم بيانا بالعمل في معركة تدريبية دروسا في التضحية والثبات هجوم المعركة والذي نفذته الفرقة سبعتاشر مشاب بسنجا مخلفا عددا من الجرحة يؤكد مقولة الجيش أن علاقة التدريب يقلل من دباء المعركة وقع الاتحاد السوداني للتايكوندو والوكالة العالمية للاختبارات وهي منظمة عالمية مسجلة وفقا للقانون السويسري تعمل في مجال مكافحة المنشطات وقعات فقية شراكة وتعاون حيث مثل الاتحاد السوداني البش مهندس حسام هاشم خوجلي رئيس الاتحاد بينما مثل الوكالة مديرها العام السيد بن يامين كوهين وبموجب هذه الاتفاقية توافق الوكالة على توفير فرص دراسية لمن يرشحهم الاتحاد السوداني للمشاركة في البرنامج التعليمي بما يمكنهم من توفير التسقف اللازم للرياضيين السودانيين بشأن مكافحة المنشطات نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين البرهان يشرف تخريج الدفعتين 66 كلية حربية و22 كلية بحرية دقل وابي احمد يبحثان باديس ابابا محاولات الدفع بالاتفاق الاطاري الالية الثلاثية تتولى مهمتي الدعوة والتنظيم لورشتي سلامجوبا وشرق السودان ختاما شكرا لحسن وكرم المشاهدة الى اللقاء اشتركوا في القناة